بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وألحقنا بعبادك الصالحين جمعة مباركة هل يجوز هذا أو لا يجوز أقرأ السؤال ثم أجيب يقول شيخنا الفاضل السلفية جننونا هكذا باللفظ على قول جمعة مباركة ويقولون إنها بدعة وضلالة وكأن من يقولها كفر بالله والرسول إذا تكرمت الرد عليهم وما بيان الحكم في هذا قضية قد يصل الأمر إلى الكفر بعضكم يضحكوا بعض الوهابية سيسارع ويقول من أين تفترون من قال بأن هذا كفر كلكم قال هذا كفر لكن أين ليس في العلن هذا في خبايا الزوايا وتطبقونه كما طبقته داعش وأخواتها كيف يأتي الكفر أنا أقول لك كيف كفر السؤال يأتي من الوهابية هكذا جمعة مباركة هل مما علمنا إياه النبي عليه الصلاة والسلام لا يجوز أو لا يجوز تقول يجوز إذا أنت تجيز شيئا في الدين لم يعلمنا إياه النبي عليه الصلاة والسلام إذا أنت تتهم النبي عليه الصلاة والسلام بأنه لم يتم الدين إذا أنت كفرت بالقرآن الله تعالى يقول اليوم أكملت لكم دينكم واتهمت النبي عليه الصلاة والسلام بنقص الرسالة وكل ذلك لم يكن على فكرة كل أوهام وخرابيط في عقول الوهابية النظر الأولى الابتدائية الوهابية لا يقول إنه كفر صحيح ولكن المآلات وحينما يتمكن أولئك الناس كما فعلوا في داعش وخواتها حكموا على الناس بالكفر لأشياء تافهة من هذا القبيل ما حكم قول جمعة مباركة السؤال الجمعة يوم مباركة أم ليس مباركا؟ يوم مبارك بلا شك ما الدليل على ذلك أن الله ذكرها في كتابه يا أخي إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله تباركة بذكر اسم الله الولي الكبير جل جلاله لها إذن هي مباركة الجمعة وصلاة الجمعة فيها بركة أم ليس فيها بركة؟ بلا شك فيها بركة فيها اجتماع المسلمين طيب جمعة مباركة إذا قصدنا بها جملة إنشائية تمام؟ أو خبرية ليس دعني من إنشاء خطوة ثانية لتكون جملة خبرية أن الجمعة مباركة في مشكلة في هذا القول الله تعالى بارك الجمعة حيث ذكرها في كتابه وهي محل للبركات حيث يجتمع المسلمون على طاعة الله تعالى هذا بركة أم ليس بركة؟ إذن جملة خبرية إذا كانت جملة خبرية فهذا خبر صحيح صادق ليس كذبا ها نتحول إلى احتمال الثاني وهو المراد عند أكثر الناس أن هذا ليس خبرا إنما هو خبر يراد به الإنشاء فإن كان وإن كانت صيغته صيغة الخبر جمعة مباركة يريد بارك الله لكم في جمعتكم ما اسم هذا بارك الله لكم في جمعتكم؟ رزقك الله رزقا واسعا حلالا طيبا مباركا ما اسم هذا؟ أكرمك الله في الدارين سقاك الله من الكوثر كله على فكرة لم ترد هذه شيء لم ترد ما اسمها؟ الدعاء الدعاء هذا ورد لم يرد وقال ربكم ادعوني أستجب لكم لا الوهاب يقول لابد أن يقول ربكم جل جلاله ادعوني بقولكم جمعة مباركة فأنا أبارك لكم عند ذلك لكل داء دواء يستطب به إلا الحماقة أعيث من يداويها هذا اسم الحمق في لغة العرب اسم الحمق لا يقول به لا ظاهرية ولا خارجية هذه الطريقة في التفكير الطريقة البدائية في التفكير اسمها طريقة الأغبياء أعطي الدين وصفة كيف وصفة هكذا أشياء كل بدعة ضلالة وأنت يا مسكين كل خلاص مادم كل كل على ظاهرها كل بدعة طب النبي عليه الصلاة والسلام قال نعم بس ما قاهي الأغبياء قالها للراسخين في العلم سيدنا عليه الصلاة والسلام ما قال كل بدعة ضلالة ما قاهي العوام قالها العلماء والعلماء يعلمون الناس معنى كل بدعة ضلالة لأن العلماء حينما رجعوا إلى كتاب الله جل جلاله فوجدوا أن معظم كلمات كل جاءت مخصوصة تدمر كل شيء بربها أوتيت من كل شيء والله على كل شيء قدير كل كلها كل تقريبا يعني ليس كل جلها جاء مقيدا بخيد إما من العقل مثل تدمر كل شيء بأمر ربها لم تدمر الشمس والقمر والنجوم والكواكب ولم تدمر النبي الصالح ومن كان معه من أولياء دمرت الكافري إذن تدمر كل شيء أمرت بتدميره أو من العقل كيف العقل عقل آه شاعر أنتم جمعة العقل نعم يا أخي عقل العقل هذا هو الذي يجعلكم تفهمون ولا يجعلكم أغبياء تبدعون ما بين السماء والأرض عقل يا أخي والله عقل ولا يقدم على النص إنما يفهم على ضوءه النص إن الله على كل شيء قدير ما يتيك المسكين هذا الماركسي يقول لك ماذا هل يستطيع الله أن يعني يعدم نفسه فتقول هذا مستحيل هذا إن الله على كل شيء قدير يعني على كل شيء ممكن لأن هذا ممتنع لذاته فلا يمكن أن يكون تحت قدرة إلهية آه وكل محدثة بدعة أئمة السلف وعلى رأسهم الشافعي وكتابه السنة بفهم السلف لكن إياك من السلف الأمة الأربعة هؤلاء ممنوع لماذا؟ لأن هؤلاء فقهم مدون ومعلوم وتلقتهم الأمة بالقبول شافعي رضي الله عنه من تحن فيه كيف ترجع للشافعي ما هو من أئمة المسلمين ومن أئمة الدنيا ومن أئمة أهل السنة والجماعة لا فرق بيننا أمام الوهابية نحن الشافعي أمام الوهابية وأمام كل المبتدعة نحن الشافعية مالكية حنابلة فريق واحد فريق عمل واحد فيما بيننا نتناقل كما نحب أنهن أحرار لا علاقة لكم بنا أدعى وإشياء كلها صحيح وأصح على قول وصحيح وخطأ الخطأ في له أجر والخطأ له أجران هكذا الخلاف بين الشافعي وبين أبي حنيف رضي الله عنه هذا يا أخي الشافعي رحمه الله يقول بدعة حسنة وبدعة قبيحة أخذها من كلام سيدنا عمر الذي يفرمه الوهابية أو يؤولون تأويلات باردة إيش قال بدعة لغوية بدعة لغوية إذن هذا الأمر حلال يا أخي زلال دم الغزال آه إذن أنت تحل دم الغزال نعم يعني أحل ذبحه فيؤكل لأن الله تعالى قد أحله والدم المسفوح حرام ما أنا مع جماعة ظاهرية أتكلم يعني حل سفك دم الغزال فأأكله بعد ذلك هكذا اللغة يا أخي لكن بما أن الجمهور وهابي فعلينا أن نفسر ونوضح الواضحات جمعة مباركة كلمة لا غبار عليها بل هي سنة حسنة وتثاب بفعلها إن شاء الله بنية الدعاء لأنك تدعو الله يجيب دعاك بل هو العبادة قال عليه الصلاة والسلام الدعاء هو العبادة فأنت تدعو لأخوانك آه إذن تخصيص هذا الدعاء بهذا الوقت لا هذا الدعاء ليس واجبا وليس مندوبا لكن أصل الدعاء جاء في الشريعة فأنت تدعو لأخوانك المسلمين لم يفعله الصحابة الصحابة رضوان الله عليهم أنت أحسن هدية منهم لا 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 لست أحسن هدية منهم ولكنهم لو حضروا لقالوا نعم لماذا تطورت الدنيا كان في واتزاب صار في واتزاب عند الصحابة ما عندهم واتزاب رضي الله عنهم فالناس حينما يتلطف أخاها المسلم يقول جمعة مباركة وما أدرك الصحابة لم يقول هذا كيف علمت أنه لم يقول هذا الترك يا أخي والترك ليس بحجة لو قالوا لن نقل لا غير صحيح قد يقول ولا ينقل لأنه لم ينقل عندنا إلا الأشياء التي قالها النبي عليه الصلاة والسلام والأساسيات إذن لا يشترط الأصل جاء وهو دعاء فهي حلال زلال على كل حال رغم أنوف الوهابية نعم نسأل الله تعالى أن يرزقهم التفكر إذا تفكر الوهابي مرة واحدة لن يكون وهابيا بعد ذلك وسيرسل لنا رسالته في برنامج لماذا تركت الوهابية نعم لأنه تفكر يقول تفكرت أول مرة بعد ذلك عدت إلى الصواب وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالم